أقوى من الموصل الماضي خاصة شفنا مبارح بالأمس السراميكا تفاوق على الانتاج الحربي في المقابل أشيء وفد جديد شفنا تدابات لفريق الاتحاد، تدابات لإسماعيل، تدابات للمصري وأيضا تدابات لبيرمز هل سنشاهد دوري قوي من بدايته من الأسبوع الأولى من الدور المصري الممتاز؟ هو على الورق والانتقالات اللي موجودة من فور طول كده يمكن كمان فريق إسراميكا مبارح وفريق البنك الأهلي عامل حاجات كتيرة ما كانتش بتعمل في الموسم اللي فات اللي هي الفرق اللي صعدة بتعرف تجيب الصفخات الكبيرة أو تقدر تنافس الاندالة الكبيرة على الصفخات اللي هي المؤثرة واللعبة اللي عندها خبرط بدلي حتى إسراميكا مبارح أنا من وجهة نظري أنه هو دخل الدوري دخول كبير من وجهة نظري من الباب الكبير نعم أنت بتكسب في أول مرة في تاريخك أو مولود كبير معنى صح وفرت عن نفسك وقت كتير قوي في فكرة أنت أنك تتعرف ولعبتك ليستتعرف على الدور المتازل لأ أنت جايب بقى أورادي معروفين وحقق وفوز ومدخلش يوم هدف فوفرت عن نفسك مسافة وفرت عن نفسك وقت أعتقد من نادي المانك الأهلي من وجهة نظري برضو عامل صفقات لأ سباب لأ بقى سباب من نسبة للمواسم اللي فاتت لأن دالة كان بتصعد طبعا عندنا بقى فرقة زي مثلا بيراملز النهاردة طب ما فاجأش قبل ما روحي للفاصل ما فاجأش أن الأهلي والزاملك أقل فرقتين خاصة عاملوا صفقات لدى الموسم كله رجع عاراته أو زاملك صفقة واحدة بس حمد المتوسط بص بالحالة اللي وصل بها زاملك والأهل نهاية أفريقيا أفضل فرقتين في أفريقيا من وجهة نظري أنت كنت محتاج تدعيم بس بس بسيط مش محتاج أن اقتلع في القوام الأساسي يعني لكن فرقة دي الصعاد داره ممتازة تبغرع شين لعيب ده ده شيء وده شيء لكن البيرامدز حصل له إخفقات كتير وبيرامدز كان معودة أن هو إسه بغير جلده كتير وهو دايما يعني من وجهة نظري أنه هو السنة دي المفروض أنه هو ما عندوش يعني رفاهات أنه هو ما ياخدش حاجة لأنه أنت بتتكلم من كل مركز فيه 2-3 لعيبة في منتخب مصر دي ما حصلتش من فرق بنا كتير ومتائكة غير مرضية الموسم الماضية على حسب الانتدابات اللي جات في الموسم الماضي بس برضو من وجهة نظري أنت عارف برضو مما وصلت الكتكاس بتخرج بدري أما توصل للدوري ما تعرفش نفس لآخر فترة ورغم أن كان عندك في رئيتين مشغولين جداً في بتوط أفريقيا صحيح إنه هو زماني كل أهلي نفس الكلامنا مما وصلت نهاية كونفترية برضو ما كانش فيه توفيق كل ده موجود صحيح لكن بشكل عام أنا وجهة نظر إن الدول إن شاء الله لو المعايير سابتة والأمور طبيعية زي اللي هي نظرية الموجودة على الورق إن شاء الله شكراً